بسم الله على بركة الله في هذا الفيديو أيضا نقوم بصفحة ثمارين 16 صفحة 88 من كتاب المفيد درس الدواء الخطيئة مستوى الثلاثة أعداد هنا في هذا الثمارين قالوا أن نحدد الدلة التألفية التي تحقق ف الجوج كتائج 1 و ف ناقص 3 تساوي ناقص 1 إذن هنا كيف نحدد الدلة التألفية ما هو المقصود؟ يعني سنكتب F2X على هذا الشكل AX زائد B حيث A هو المعامل A هو معامل O إذن كيف نحسب الطريقة المعامل؟ كيف نحسب الطريقة المعامل؟ إذن المعامل نحسبها الطريقة مثلا سيكون هي AX1 ناقص AX2 على AX1 ناقص AX2 بشرط أن AX1 سوف يخالف AX2 لكي لا يكون سافر في المقصود إذن سوف نمشي لا يقصد إذن سوف نقول بما أن ف 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 لذلك X لدينا ناقص ثلاثة لا تفعل ناقص ثلاثة لذلك هناك ناقص و X هو الذي يفعل ناقص ثلاثة لذلك ف ناقص ف ناقص ف ناقص واحد ف ناقص واحد على جوج زائد ثلاثة لذلك ناقص ناقص لذلك ستكون هي زائد جوج على خمسة صحيح؟ و من هنا ستكون لديه F2X ستكون كتساوي لذلك نجد المعامل F2X ستكون كتساوي جوج على خمسة X زائد B ما زال خصني؟ نحن نحدد B مثلا ما سنقول لدينا ف دي الواحد ف دي الواحد ف دي الواحد و من هنا F2X ف lender هنا ف 40 ما سيقص فeté فتساوي؟ هي جوج على خمسة ف جوج زائد B تساوي 4 على خمسة زائد B ما الذي نعرف فتجوج؟ ما سيقص فتساوي؟ فنحن نقص فتساوي بحيالك تحسب بي ذي المساقيم ونعلم أن فجوج تساوي 1 إذن ستكون لدينا 4 على 5 زائد بي تساوي 1 إذن بي ستكون تساوي هي 1 ناقص 4 على 5 وهي 5 على 5 ناقص 4 على 5 تساوي 1 على 5 وبالتالي فدو إكس وبالتالي فدو إكس ستكون تساوي هي 4 على 5 إكس عفوا نجوج على 5 نجوج على 5 إكس زائد بيش حل هو هو 1 على 5 صافي ونهاية حل تسمي